فمن ناحية هنا كلام قد يتردد على الألسن وهو أنه لا معنى لإعمال الصناعة في معرفة الظهور لماذا؟ لأن الظهور أمر عرفي وإنما يجب الرجوع فيه إلى العرف وإلقاء الكلام على الفرد المتعارف والناس الاعتيادين وهذا هو الذي يقول والعرف ببابك والعرف ببابك طبعا ولا أكو فقيه يعمل بهذا أبدا ومن من العرف من الفقهاء في درس البحث الخارج ماله يقول هاي المفردة ودوها في السوق اسألوا شنو معناها أكو واحد يساوها شكرا ولا يقول هذا الكلام ولكن يفترض العرف منه هو 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 العرف ولهذا إذا العرف الخارج يمقال كذا يقول لك أنت ما تفهم مقصود الإمام شنو هذا المعنى ما أدري واضح هذا يقال ولكنه هو يمثل وهو في اعتقاده هو مصداق هذا العرف مصداق هذا العرف ولهذا أشكله على اللي يدارسين فلسفة وعرفان وكذا يقولون أنتوا فهمكم بعد شنو ها ليس عرفيا لماذا لأنه لابد تعيش وإحوام الناس وكذا حتى تفهم باعتبار القرآن الكريم هاي من بابل من بابل ما أدري شوان أعبر عنه باعتبار أن القرآن بس إلما نازل مولانا نازل للعوام نازل للخواص لو ما نازل للخواص لا أبدا أنتوا إذا تريد تفهمون القرآن لابد وانا تروحون للعوام أهل البيتهم إلما نحاتشين مولانا ها ولهذا تريد تفهم كلامهم لابد وانا تروح ولهذا ذهبت نظرية موجودة الآن قالوا أنه القرآن الكريم وكذا هذا ما نازل إنه وإنما نازل إلما للعوام شنو علاقتنا أنتم تقولون هذا فهمه لابد يكون من العوام قال وإنما يجب الرجوع فيه إلى العرف والقال كلامي على الفرد المتعارف والناس الاعتياديين لكي نرى ماذا يفهمون منه أما ومن ناحية أخرى نرى النسيرة المحققين يعني الحوذات العلمية والمؤسسة الدينية لم تكن على ذلك أبداً لا يرجع أحد منهم ماذا إلى العرف وإلى السوق ففي جملة من الموارد أدخل الصناعة في فهمي الظهور ما معنى الصناعة عزائي يعني الاستنباط الاستنباط تأسيس القواعد لفهمي ها الظهور القرآنية والظهور الرواية فما أكثر ما يتكلمون صناعة في إثبات المفهوم مثلاً للقضية الشرطية أنا بيودي أنتوا هاليوم ترجعون للقضية الشرطية تجد قواعد الفلسفة وين مطبقها قضية الانحصار وقضية التلازم بين المقدم كل قواعد شنو هي هذا الني ها اللو معلول وقواعد العلو المعلول اليوم ارجعوا إلى مفهوم الشرط تجدون بأن كل القواعد الفلسفية بما هي قواعد فلسفية مطبقة على القضية الشرطية والاختلاف في المادة هناك يتكلمون عن العلو التكوينية هناك يتكلمون عن المقدم والتالي بعد ملانة فما أكثر ما يتكلمون فلان أو في النصيغة افعل هل تدل على الوجوب بمقدمات الحكمة أو بقرينة عامة أخرى بينك وبين الله قل للعرض أسأله قل له هذا الأمر يدل على الوجوب بأي دليل يقول يعني شو بأي دليل بعده شنفه معن أنت تبحث ملانة ست سنوات بمقدمات الحكمة بالعاقل بالتبادر بالإطلاق بشنو تفهم هذين كلها استدلالات ما هي ها استدلالات عقلية سؤال تؤثر على النتيجة أو لا تؤثر نعم إذا قلنا بالإطلاق ومقدمات الحكمة إذا قلنا بالعاقل إذا قلنا بالعقل أثلاث أربع مباني موجودة مفصلة وحي شرحناها في شرح الحلقة الثالثة وما إلى ذلك من الأمثلة ترجمة نانسي قنقر